السلام عليكم ورحمة الله كل عام وانتم بألف خير ان شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة تشكيلة حلويات وشكولاتة العيد بمأدين متوفرة دايما عندنا في البيت وبتغيرات بسيطة هنعمل تشكيلة حلوة جدا هنفرح بها أولادنا في العيد وتشرفنا قدام عالتنا ومن غير ما نتكلف كتير أتمنى الفيديو ينال إعجابكم أول مكون معنا وهو الكريم شمطي هنخفق كريمة الخفق للحلويات أو لو حابة تستبدليها ببضرة الكريم شمطي مع الحليب إن شاء الله المأدير بالزبط في صندوق الوصف وتاني مكون معنا وهي النكهة اللي هنضيفها للكريمة لو حابة تستخدمي جوز الهند أو لو حابة تستخدمي النيوتلا أنا هستخدم الاتنين أسمت الكريمة على طبقين هضيف في الطبق الأول كبايتين من جوز الهند والطبق الثاني هضيف نص كباية من النيوتلا وهخلطهم كويس جدا بالمضرب الكريمة مع جوز الهند ده اللي هي كرات الباونتي اللي كنا عملناها مع بعض قبل كده جربوها هتعجبكم جدا نفس الطعم الباونتي اللي بنشتريها بالزبط من بره ده عندي القوام بتاحها هنحطها في الفريزر على الأقل نص ساعة تتماسك شوية وعنشان نعرف نشكلها بعد كده وده تالت مقوم معنا وهو الشوكولاتة عندي شوكولاتة بيضة وشوكولاتة ضرب بشراهم صغير أو مقطعهم قطع صغيرة وهندوبهم على البخار ده عندي الكريمة بعد ما جمزت فيه الفريزر شايفين القوام اختلف تماما وبقى سهل جدا ان احنا نشكلها كرات هبدأ اشكلها كرات صغيرة ولو حبة تحشيها بيئ المكسرات هعمل نص الكمية كرات سادة هيدينا طعم الباونتي بالزبط والنص التاني هضيف فيه حباية بندق أو فوزد كلها حسب الرغم لو حبة تكتفي بالوصفة دي بس تستخدم الكريمة مع جوز الهند لان ات رأيتها سهلة جدا وسهل تشكيلها ولو حبة تقسمي الكمية بيئ النص وتضيفي على النص التاني مع لقتين من النيوتيل وبعد كده تغطيهم بصوص الشوكولاتة البيضة مع الدارك هيعمل لنا تشكيلها حلوة جدا ده عندي الكمية بعد ما جهزتها هدخلها الفريزر ربع ساعة وده عندي هنا الكريمة مع النيوتيلة هنعمل منها حبات الترافل الترافل معروف ان هو بيئ الجناش لكن جربوها بيئ الكريمة مع النيوتيلة اطيب كتير من الجناش هنبدأ نشكيلها كرات هنضيف على قدينا بودرة الكاكاو الخام اللي جير محلة عشان يسهل لنا ان انا اعرف اشكيلها هي هتاخد غلبة شوية في تشكيلها ومحتاجين ان احنا نشتغل فيها بسرعة جدا لان الكريمة طبعا بتسيح بسرعة فهي هتغلبتها شوية لكن صدقوني طعمها خطير جدا بصراحة تستاهل التعب فيها فهنبدأ نشكيلها كرات ونغطيها بودرة الكاكاو وهنحطها في الفريزر تمسك بس شوية بعد عشر دقائق لها مسكت شوية فهنمسكها بادينا ونبدأ نشكيلها كرات تانية لانها بتفرد فنبدأ ان كل ما تجمت شوية نشكيلها بادينا تاني فندخلها الفريزر وبعد عشر دقائق نكورها تاني وبعد كده هنحطها في الفريزر كمان عشر دقائق ده عندي هنا الشوكولاتة الدارك بعد ما دوبتها على البخار وهضيف عليها معلقة من الزيت او قطع صغيرة من الزبت هنبدأ نغطس فيها كرات جوز الهند انا الكمية السادة اللي انا ما حططش فيها مكسرات هغطيها بصوص الشوكولاتة والقرات جوز الهند اللي حشناها بيق المكسرات او حطينا في النص حبة مكسرات هغطيها بصوص الشوكولاتة الابيض عشان يدينا الوان مختلفة اثناء التقديم او هيدينا شكل حلو جدا في التقديم هنبدأ نغطي الكميات كلها وده عندي هنا حبات الترافل بعد ما جمدت سبتها تقريبا في الفريزر نص ساعة بس بعد عشر دقايق كنت بدأت تكوارها تاني لانها بتسيح بسرعة جدا انا دوبت لي حبات الترافل الشوكولاتة الدارك علشان يعادل شوية الحلاوة الزيتة اللي موجودة مع الكريمة والنيوتيلة فبدا ما نستقدمها الشوكولاتة بالحليف استخدمت معها الشوكولاتة الدارك كلها حسب الرغبة لو حابة تستخدمي الشوكولاتة العادية وهنا كمان عندي فزق مطحون هضيفه على سوس الشوكولاتة ده برضو حسب الرغبة لو حابة تضي فيه وهبدأ اغطي حبات الترافل بسوس الشوكولاتة وبرضو اشتغل فيها بسرعة جدا لانها بتسيح بسرعة هبدأ اغطيها بسرعة وهرجع احطها تاني في الفريزر الترافل ده بياخد غلبة شوية فلو ما عندي كيش وقت او مستعجلة ممكن نكتفي بيه الكريمة مع جوز الهند بس وتقسمي الكمية بالنص وتضيفي على النص معلقتين من النيوتيلة هيديني طعمها حلو طعم حلو جدا وهي بقى سهلة التشكيل ومش هتاخد الوقت خالص وفي الاخر تغطيهم بسوس الشوكولاتة الدارك مع السوس الابيض هيديني برضو الوان مختلفة او لو حابة تستقديم سوس الشوكولاتة الابيض مع الالوان تضيف تقسميها كميات وتضيفي لون على كل نوع هيديني تشكيلة مختلفة في الاخر وقت التقديم وبعد كده وقت التقديم لو حابة تغطيها بسوس الجناشي ان شاء الله طريقة سوس الجناشي في صندوق الوصف انا استخدمت مع حابات الشوكولاتة الدارك سوس الجناشي الاسود وهنا حابات الشوكولاتة البيضة اللي محشيها بحبة مكسرات ضغطتها بيه الجناشي الابيض وعلى الوش شوية من المكسرات وده عند حابات الترافل بعد ما جبت هنبدأ نشوف الكرات الشوكولاتة البيضة طعمها خطير جدا وشكلها تحفة جدا وده هنا قرات الباونتي جربوها هتعجبكم جدا وطريقتها سهلة خالص في البيت ومش مكلفة خالص واوفر طبعا ما هنشتريها من بره وده عند حابات الترافل الخطيرة بتغلب في الشغل لكن طعمها تحفة جدا وروعة جدا هتعجبكم جدا جربوها ان شاء الله متأكد انها هتنال اعجابكم فده عندي هنا تشكيلة بسيطة من حلويات العيد طريقتها بسيطة ومش مكلفة ومادرة متوفرة دايما عندنا في البيت هتفرح اولادنا جدا واوفر بكتير ما هتشتري حلويات من بره وكنا عملنا مع بعض قبل كده كرات الكنافة برضو على البارد طريقتها سهلة جدا ممكن نعملها كمان ونزين بيها نزين بيها صفرة العيد مع تشكيلة الشوكولاتات ده عندي كرات الكنافة او رفايل الكنافة اللي حابب الطريقة لينك الفيديو في صندوق الوصف كلها افكار سهلة جدا وبسيطة لحلويات العيد اتمنى تجربوها وتعجبكم اتمنى الفيديو يكون عجبكم ولو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتشجيل الاشعارات علشان يوصل لكم اشعار بكل فيديو جديد كل عام ونتم بقى الفخير اشتراك في القناة وتشجيلة اشتراك في القناة وتشجيلة اشتراك في القناة وتشجيلة